المشاهدين الكرام مصحو الخير لم يقل احد في دمشق منذ بداية الاحداث ان الحل للازمة السورية ليس سياسيا كانت التصريحات والدعوات تفتح الابواب دائما للحوار كطريقة حضارية بين ابناء البلد الواحد ولكنها كانت تواجه دوما بالرفض والتصعيد بتشجيعا ممن يطعم ويمول ويرسل الطائرات والسيارات والحراسة لاناس وشخصيات لا تستحق حتى الاستثمار فيها ولكن لا جودة الا بالموجود اعتقد هؤلاء الواهمون والمنافقون انه باشارة من اصبعهم ستأتي الاساطيل والجيوش الجرارة لتحتل بلدهم وتجلسهم كواجهات كرتونية لتمرير مصالح الدول والشركات وكانوا مستعدين لبيع ساحة الامويين بالمزاد العلني كرمى لعيون باعة النفط والغاز ولم يقرأ هؤلاء تاريخ بلادهم جيدا والواضح اكثر انهم لا يعرفون حقيقة شعبهم وجيشهم واعتقدوا كما قيل لهم انه كلما تنازلتم لاسرائيل وتآمرتم على محور المقاومة وشتمتم برموزه كلما زادت ارصدتكم واقتربتم من كرسي السلطة من الواضح تماما ان كثيرين منهم لم يقرأ معادلات العالم والاقاليم الجديدة ولم يطلعوا على حجم انخفاض الانفاق العسكري الامريكي وخطة الانسحاب من افغانستان وعلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه امريكا في الداخل او على حجم الديون التي يفترض ان يسددها داعمهم في الدول الغربية العالم يتغير ايها السادة ومحور المقاومة في المنطقة اصبح يمتلك عناصر قوته الاستراتيجية وتحالفاته الدولية وهو ما اكده السيد حسن نصر الله اليوم بالرد الاستراتيجي على العدوان الاسرائيلي سواء عبر المقاومة الشعبية او الاسرار على دعم المقاومة بمختلف الاسلحة الكاسرة للتوازن مع العدو الاسرائيلي ان من يعتقد ان الحوار السوري السوري سوف يتوقف عليه وعلى مزاجه ووفقا لمصالحه هو واهم وعليه ان يقرأ معادلات هذا الجيش العظيم التي يصنعها على الارض ومزاج السوريين وانكشاف كذب ونفاق من طبل وزمر لهم على الجميع ان يدرك ان القرار في النهاية هو في دمشق وان مستقبل سوريا المتجددة لا يكون الا بيد الشعب السوري البطل وجيشه العظيم الذي اثبت للعالم اجمع انه يستحق ان يكون تحت الشمس دمتم ودامت سوريا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة